وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء ذلك خلال اجتماعين لمتابعة واستعراض عددين من ملفات عمل وزارة الصحة حيث شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشاملت مشروعات المرحلة الأولى إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرى بنطاق الريف بالمحافظات المستهدفة بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى